فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون من قال إذا أصبح لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير عشر مرات كتب الله له بهن عشر حسنات ومحى بهن عشر سيئات ورفع له بهن عشر درجات وكن له عدع إتاقة أربعة رقاب وكن له حرسا حتى يمسي ومن قالهن إذا صل المغرب دبرى صلاته فمثل ذلك حين حتى يصبح رواه أحمد بن نسائي وابن حبان فسو هذا لفظه حسن سيئو في رواة مو كن له عدل عشر رقاب حديث لهم بعد كوللم الترغيب والترهيب تكير صحيح الترغيب والترهيب حديث موسنطي أحمد يعطي اري اي حديثي انه رواية تي يحيي ويميت بشيات ته الحمدلله حديث تكي أبو أيوب رضي الله عنه ولن الله رسول صلى الله عليه وسلم كي وجده شقال بلاجخون شقال هاد الباعت قولي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير دوست بار الله ترجنه خطيك تي الله رب العالمي دوست بار الله ترجنه دوستي نكيلك بن دوستي گناتر ماف کر بن دوستي دراجات تربلند کر بن پا دمرجده بلد دي کر بن ار اي دوست دوستبار اي وحده کلمة پهر بلد تارتی گولانا جدکرر صمال ہوبي سبحان الله ار شقال بلل بیکل پر جنتو اتا ترجن روکا کوبوت خوب بلد اللاح حفاظت کر بئه تاكي ار جهخو بیکل پر بجهون فضل سلاحة پرار پور نا نا مغرب سلاحة پرار پور الحمد لله قطب رفضلت ایک المتابل المتابل اكدوم سوحج دوست بار لآ الالحى الا الله وحده لا شريك له له الملق و له الحمد يحيي ويميد وهو على كل شيء قدير دوست بار عندما قالت الشيخ ابن مطعمين رحمة الله علیه نعمتو فرسلات پرار پولے تینی جوری زکر کرتن قرنواتی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک پرمانیتو جوری زکر کرتن استغفراللہ تینبا پرتن اللہم انت السلام و مین کس سلام تبارکتی آدم جلال اقرام پولن ارجو شوات شوگلو ار فجر المغربیر پولے رحمه الله ای کلمات لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له لہو الملک لہو الحمد يحجی ویمیت وهو على كل شيء قدیر دوست بارن یمیتو پرت کرتن توی کلمہ پرت کرتن لکھتو صحب ہے جد الحمدللہ دوستان لکھتو صحب ہے جدیو لکھتو صحب ہے جدیو لکھتو صحب ہے جدیو